السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي البسيطة أكيد قبل ما نبدأ ونصلي ونسلم على رسول الله نرحب بكم كامل المشتركات تجدد وأكيد المشتركات اللي دي ما حاضرين معي اليوم كما راكم تشوفوا راكزوا لي على الأطفال على بالي راهم في الوقت لإختبارات والضغط راهم بالزاف على بالي الضغط أيضا على الأمهات والأولياء أكيد جيت باش تفرحوهم بهات الوصفة لازم ضركة ضركة تنوضو تحضروها لولادكم قدرتها لكم يعني أصباح باش هكا ان شاء الله لي ما عندهاش المكونات راح تشريهم وتحضرها لهم وأكيد ستفرحهم نبدأوا بالمقادير كما راكم تشوفوا عندي زوج حبات بيض درجة حرارة الغرفة قرسة ملح هنا عندي كاس إلا ربع تاع سكر حبيبات للكاس هذا يعني يرفض 240 مليلي لتر بعدما نضربوا هذا السكر أكيد هذا البيض مليح لازم احتاج بيض الخليط نزيده نصف كاس زيت تدريجيا تحاولوا تدخلوا التدريجين بشهك الخليط يعني يمتازج مليح في نفس الوقت الكيك تاعكم يجي يعني خفيف هنا كما راكم تشوفوا أيضا عندي كاس إلا ربع تاع الحليب يعني الميكيال أو المقدار تاع السكر نفسه هو المقدار تاع الحليب أيضا نحطو بالتدريج هنا كما راكم تشوفوا لي ما عندهاش الباطير أكيد تقدر تستعمل فوي كل واحدة مسكينا نقدر ظروف الأخوات كامل بصح أهم حاجة كما أقول لكم لازم اتطلعوا مليح البيض مع هاداك السكر هناك ما راكم تشوفوا بالنسبة للفارينا عندي كاس فارينا في الأول زيت أيضا ملعقة كبيرة كاكاو وكيس خميرة اللي هو يعني عوز من 10 جرام هنا نخلطوا الكاس الأول دي ما يعني نصحكم الكاس الأول خلطه مليح مع الكاكاو في المرحلة الأولى مع هديك الخميرة الخميرة متحطوهاش مع السوائل أكيد لازم تحطوها مع الفارينا باش هكا يعني يكون مفعولتها مئة بين مائ يعني الكيك تاعكم يطلع لكم وماشي يطلع من جهة ويوجي هابط من جهة وفي نفس الوقت يعني يجيكم معجن الداخل هنا كما راكم تشوفوا الزيت أيضا نص كاس فارينا هنا يعني المقدار تعل الفارينا دات لي كاس ونص مع ملعقة كبيرة كاكاو اللي يحب يدير ويعني يديرها بضوق البانيليا هاد الكيك يعني تقدروا تستغنى ونهائيا على هديك الملعقة تعل الكاكاو وتحطوه في بلاستها الفارينا هنا بالنسبة لي يحبوا ذوق البانيليا هنا كما راكم تشوفون خلط مليح القوام كما راكم تشوفوا القوام ماهوش ثقيل بزاف وماهوش خفيف بزاف يعني حاب الكيك تاعي يعني يجينا ماشاء الله خفيف وطري وحشيش هنا كما راكم تشوفوا أنا الصينية راني موجدتها أكيد الفارن تاعكم كنصحة يعني هادولي كيك وليجينواز يعني لازم الفارن يكون سخون على أعلى درجة لكن قبل ما تدخلوا الكيك تاعكم نقصوا له المية وثمانين ولا درجة تحت المتوسط أحسن وأحسن يعني ماشي متوسطة درجة الحرارة الأحسن تحت المتوسط باش الكيك تاعكم يطيب لكم ما يتحرق لكم شوفوا في نفس الوقت يجيكم خفيف من الداخل يعني هادك هو الوقت كما نقوله احنا هادك هو هادك هي درجة الاستيواء تاعه أنا ندخل الفارن تاعي الكيك تاعي ونعود نوليكم بإذن الله هنا بالنسبة يعني الكريم شانتي عندي كاس تاع كريم شانتي وعندي كاس إلا ربع تعمى بارد أنا ديما نقص الكمية على الماء باش تجين هادك الكريم شانتي شاداروحا وكي تكونوا تضربوا فيها هي البنات ننصحكم يعني لكان الماء مشي بارد بزيف حطوا عادي الخالي تحكم معال لشانتي ودخلوه للفريجيدير لشتا الكنجيلاتور غطوه لشتا 5 دقائق خمس دقائق يعني تكفيكم بعد عودوا جبدو الخالي تاعكم وضربوا راح تطلع لكم الكريم شانتي تاعكم عادي تقدروا ايضا كما تقدروا تطلعوها بالحليب سائل بعض ما طلحت لها بدت لها ملاعقتين تاع أبتلا شوكولات طيلة كما تقدروا تقدروا لها ملاعقتين تاع كاكاو والغانش تاع الشوكولة ويلا شوكولة ذائبة 100 قرم شوكولة لكن انا ننصحكم يعني الكاكاو يعني البودرة ما يعطيش حكاو حد البنة ما يعطيش البنة في هذه الكريم شاطية قادر جيكم فيها الحبيبات لهذا احسن تستعملوا شوكولاتي لا ولا القاناش هنا الكيكتاعي بعد ما خالجته خليتوا برد اكيد لازم تخلوه يبرد هنا راكم تشوفوا في السوم كتاعه ماهو طالع بزاف ماهو يعني هابط هنا بالنسبة للمول تاعي القطر تاعو 38 على ما اظن على 35 ها كانوا على ما اظن يعني لكل ما كان ما نسيتش المهم 38 على 35 بعد ما تطبعوا كيما راكم تشوفو هادوك الحواف مرح يشنرموهم راح نستعملهم من بعدها في الكيكتاعنا في الجوانب كلما قدروا مثلا تطيعوا تدروها مثلا تحبو تدرهم في الكواوس يعني هادوك الحواف تقدروا تستعملهم حتى وانت ت satisfix كتاعكم هنا بالنسبة للكيك انا حطيتوا هنا كيما راكم تشوفوش شربتوا بشوية قهوا اه مرمز تلعтрهش ذكر لي انو كيما راكم تشوفووا الاوبتيلہ جيدا حاولو غير بالعقل انا حطيتو فقط فلاس باتول باش مبعدا نقدر نرفض يعني وما نوسقش يديا وما نوسقش الحالة هنا حاولو غير كيفاش هادوك الجوانب لاشتا ما تكثروش يعني الكريمة لا ما عندكم ش يعني الكريم شانتي بزاف يعني عندكم فضال تقدروا فقط تحطوها في الوسط والجوانب ولا السطح تحت تقدروا فقط تدهنوه بالكونفيتور ولا لاجولي ولا شوكولا مثلا تكون خفيفة سائلة يعني هذي اللي ترجع لكم توما وش متوفر عندكم انا حبيت يعني نعطيكم هكا وصفة تفرحوا بها الاطفال تلكم صراحة ان الاطفال تلكي شافوها ماتوا بالفرحة لكن ما تعرفوا يعني الضغوطات الاختبارات حاولوا انكم ما تضغطوش عليهم بزاف وما ثاني را هم مضغوطين على باليتوما ثاني راكم مضغوطين لكن الاطفال تلكنا لازم ديمة خاصة في وقت الاختبارات لانو كي تضغطوهم في وقت الاختبارات قادر ميجيبوا لكمش علامة يعني مليحة ان شاء الله يا ربي ينجحهم كامل وينجح الاطفال تانا كامل يا ربي احنا الكريمة اللي بقات لي زيتها فقط زيت فقط وراء 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 ذات هكا زهرات مل فوق اه بالنسبة الاخوات اللي كانت من قبل درت يعني التاخد و لا تقاتلي كيفاش يعني مع التصوير وكلش يعني البانان تعك مكهاش احنا ننصحكم يا اما الى عندك لاجولي ادهنوهم بلاجولي الى ما عندكمش عصرات على قارس هكا فوق البانان متخافوش مرحش تغير لكم في الضوء لكن هديك العصرات على القارس الليمون راح تبقى محافظة لكم على اللون تاع البانان يعني ما يكهاش وميفزد لكمش يعني الشكل تاع الكيك الميني كيك تاعكم الشكل النهائي تاعنا كما راكم تشوفوه انا ما كنت مزروبة شوية مع التصوير يعني دخلتوا فقط ربع ساعة هذا مكان والكيك الميني كيك تاعي راح حاضر فارحوا به الاطفال تاعكم متو مثاني الملال انسان هكا يحب يستغل للوقت تاعوا ليش تقعدوا وحدة تحط في انجل قهوة ولا قهوة حليب كيكونوا الاطفال تاعكم يقرأ ولا يكونوا راقدين انا دي ما من ذاك النوع اللي نحب يعني ولادي كيكونوا يقرأ ولا كيجوا من المدرسة ويرو بدون حب نستغلوا ولو نص عالية انا مع نفسي ساعة الانسان هكا باش على الاقل الضغطة النفسية هديك سواء عندنا احنا ولا احنا انا على بالي بليل امهات كاملة راح هم قلقانين كثير من الاطفال ان شاء الله يا ربي نجحهم هناك ما راكم تشوفو الكيك تاعنا يجي خفيف ما شاء الله مشرب مع هادك البانان انا صراحة من عشاق يعني هاد الاذواق ابتلا مع الموض نتمنى يا ربي تجربوا الوصفة وبما انكم وصلتوا لهاد المرحلة على الفيديو ما تنسوش تضغطوا على الجام وتدعموني بالاشتراك ولمناء بالبرتاج السلام في امان الله اشتركوا في القناة